في سياق متصل نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي أكبر اصطفاف لناقلات محملة بالمواد الغذائية والبطاطين والأجهزة الكهربائية لأهالي محافظة المينيا جاء ذلك تحت شعار قطار خير التحالف لدعم الشرائح الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا ويتضمن الاستفاف الذي تقدمه كيانات التحالف مواد غذائية وخدمات طبية سيتم توزيعها على أهالي القرى الأكثر احتياجا بمحافظة المينيا نحن النهاردة متواجدين داخل محافظة المينيا ضمن قوافل ساتر وعافية التي ينظمها التعالف الوطني للعمل التنموي داخل جميلة مصر العربية ودي واحدة من القوافل اللي بتشارك اللي بتقدم فيها محافظة النعاء الخير كل خدماتها وتعرضها على الأسر الأقل احتياجا في محافظة المينيا كالنهاردة من كلها القوافلة اللي موجودين فيها محافظة النعاء بتخير بتقدم من كلها المبادرة دفع البطوزيع بطاطين على الأسر الأكثر احتياجا داخل محافظة المينيا النهاردة في التحالف بنقدم أكتر من مؤسسة وأكتر من جمعية مشاركة في الحدث وإن شاء الله من خلال هذا الحدث سيعم خير على محافظة المينيا في مركز ملوي بكرة إن شاء الله فعدد من الكراتين المواد الغذائية وعدد من الألحفة وده اللي هيأثر يعمل بهجة وسرورة على جميع مستحقين على مستوى المحافظة بإذن الله نهاردة موجودين في محافظة المينيا في استفاف في أكتر من 30 مؤسسة وجمعية من خلال التحالف الوطني بنجهز وبنعد لتقديم مساعدات وخدمات وتجهزات لأهلنا من المستحقين من محافظة المينيا اللي احنا موجودين معهم النهاردة خلال الأسبوع كله إن شاء الله في تقديم الخدمات بتاعتنا وفي الاستفافة النهاردة إن شاء الله في محافظة المينيا